بعد توقعات أطلقها وفق حركة القمر وعلاقتها بالكواكب والنجوم يعود عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بإطلاق تحذير لتوقع هزة أرضية مدمرة خلال أيام وجديد هذا العالم المثير للجدل ما تحدث عنه عبر نشرته الدورية التي نشرها عبر حساب الهيئة الجيولوجية متنبئا بهزات أرضية مستقبلية سوف ينتج عنها تسونامي وقال هوغربيتس إنه قد تحدث بعض تجمعات من الزلازل القوية في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من سبتمبر تقريبا إلا أنه أشار إلى الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من سبتمبر حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من ست إلى سبع درجات حالة من الجدل التي أثارها هوغربيتس تمثلت بتوقعات أن تؤثر تلك الزلازل على مناطق عربية سواء في حدوث فيضانات أو هزات ارتدادية كتلك التي حدثت في العراق مؤخرا ما حرك دولا كثيرة لإجراء تدريبات وهمية على كيفية التعامل مع الزلازل والتي أصبحت حديث العالم إبان زلزال تركيا وحتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر